السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات سأحدثكم اليوم عن أهم الفيتامينات التي يمكن أن تساعدكم فعلا إذا كان لديكم تراكم للكوليسترول السيء في الأوعية الدموية سأخبركم ما هو الكوليسترول وما هي الفيتامينات التي تساعدكم في الوقاية من خطورة الكوليسترول سأخبركم أيضا عن الجرعات اليومية التي يمكن أن تتناولوها والأطعم التي تحتوي على هذه الفيتامينات معظم الناس يعتقدون أن الدهون سيئة للغاية وأن الكوليسترول ضار ويرددون بأن ارتفاع الكوليسترول يسبب جلطات الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية لكن القليل منهم يعرفون أن الكوليسترول هام جدا للصحة تصور أن 70% من الكوليسترول تقريبا يتم إنتاجه في جسمك يعني ثلثي الكوليسترول يتم إنتاجه في الكبد والأمعاء والدراسات تبين أن الكوليسترول يقدم لك ولصحتك الكثير من الفوائد ومعظم الكوليسترول يتم إنتاجه في الكبد وتناولك للدهون الصحية مفيد جدا لصحتك وقلبك وشرائينك وهي في الحقيقة تلعب دور أساسي في الحفاظ على صحتك وتقليل خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية والكوليسترول موجود أيضا في الدماغ والغد الكذرية والأعصاب الدهون السيئة تتراكم بكميات كبيرة في الدم تحت جدار الأوعية الدموية ومع مرور الوقت يحدث تضيق بشرائين الدم تدريجيا وعندما تتشكل جلطات الدم يمكن أن تشكل خطورة حقيقية وإمكانية حدوث أزمات قلبية وسكتات دماغية تشكل جلطات الدم حول القلب أو في الدماء قد تسبب مشاكل خطيرة لكن يجب أن تعرف أن هناك نوعين من الكوليسترول كوليسترول سيء LDL وهو بروتين دهني منخفض الكثافة ويحمل 65% من الكوليسترول في الجسم وهذا هو الكوليسترول الذي يكون جلطات الدم والنوع الثاني من الكوليسترول هو VLDL وهو بروتين منخفض الكثافة جدا ويحمل حوالي 15% من الكوليسترول إذن حكيت عن نوعين من الكوليسترول سيئين ويسببان جلطات دم وأمراض قلب أما النوع الثالث فهو كوليسترول جيد HDL وهو بروتين دهني عالي الكثافة أجسامنا بحاجة لكميات كبيرة جدا من هذا الكوليسترول HDL الجيد فهو ينظف الشرايين ومفيد جدا للقلب ولأجهزة الجسم إذن باختصار أنت لديك ثلاث أنواع من الكوليسترول في جسمك نوعين سيئين ونوع جيد وهام جدا لأجهزتك وحياتك يجب أن تكون حذر جدا فخوافض الكوليسترول من زمرة استاتينات يعني استاتين بأسماء مختلفة حسب كل شركة ليس هو الحل كما يروج لها كثيرون بل إن هذه الأدوية لها تأثيرات جانبية خطيرة على حياتك طيب ما هو أهم فيتامين للتخلص من الكوليسترول السيء وتنظيف الأوعية الدموية؟ الحقيقة أن أهم فيتامين هو فيتامين سي القابل للذوبان بالماء وهو فيتامين لا يخزن في الجسم لذلك أنت بحاجة لتناوله بشكل يومي وبانتظام فيتامين سي هو أحد أهم مضادات الأكسادة وهو هام جدا وضروري لما يقارب من 300 عملية استقلابية أو أيضية في جسمك فيتامين سي يلعب دور أساسي في إنتاج الكولاجين وحماية صحة الجلد والمفاصل والعظام فيتامين سي هام جدا وضروري للنمو والتكاثر والإنجاب تصور أن الدراسات والأبحاث بيّنت أن تناول فيتامين سي كل يوم يحمي من أمراض القلب التاجية والجلطات الدموية وهذا يعني أن فيتامين سي هو فيتامين أساسي بالنسبة لك وهو يحميك من حدوث جلطات دموية وأزمات قلبية فيتامين سي يعمل كمضاد هستامين طبيعي ويساعد في تقليل تفاعلات الحساسية والمشاكل التحسسية وأيضا لفايتامين سي تأثير مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا وهو مفيد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا وأيضا في الوقاية منها الحقيقة يجب أن تعرف أن الدور الأهم لفايتامين سي هو دوره كمضاد أكسد ومضاد للسرطان فأنت عندما تتناول فيتامين سي يوميا فإنك تقوي مناعتك وتحمي نفسك من الإصابة بالسرطان عدد كبير من العلماء في دراسات وأبحاث أشاروا إلى أن الإنسان يعاني من مرض وراثي هو نقص في فيتامين سي ويسمى هيبو أسكوربينيميا ربما أصبنا به منذ ملايين السنين وهذا ما يفسر إصابة عدد كبير من الأشخاص اليوم بمرض قاتل هو مرض الإسقربوت يعني عوز ونقص شديد بفايتامين سي وهذا الخلل الوراثي يزيد من خطورة الإصابة في عدد من الأمراض الشائعة مثل العدوى الفيروسية وارتفاع مستويات الكوليسترول وأمراض القلب التاجي والسرطان كما أن هذا النقص بفايتامين سي يقلل من قدرتنا على التعامل مع تأثيرات التوتر والانفعال أجدادنا كانوا يتناولون نظام غذائي صحي جيد ومتوازن كان طعامهم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي لذلك لم تكن هذه الأمراض موجودة اليوم معظم الناس يتناولون أطعمة جاهزة ووجبات سريعة وأطعمة عالية المعالجة للأسف لا تحتوي على أي معادن أو فيتامينات أو مواد مغذية هل عرفت لماذا نمرض؟ ولماذا نصاب بجلطات دموية وسكتات دماغية ونوبات قلبية وأمراض رئوية وأمراض مناعية لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومنع تكون جلطات الدم أنت بحاجة إلى فيتامين سي كل يوم والجرعة هي 500 ميلي جرام إلى 1000 ميلي جرام يوميا طيب ما هي الأطعمة الغنية بفايتامين سي؟ بإمكانك الحصول على الجرعة التي تحتاجها يوميا من فيتامين سي من خلال تناولك للطماطم البندورة الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء أو ما يسمى بالفلفل الأحمر والأخضر البرتقال الفراولة أو الفريز الليمون الكيوي الأناناس وغريب فروت وفي حال عدم توفر فيتامين سي لديك كطعام يجب أن تتناول مكمل غذائي فيتامين سي بجرعة يومية 500 ميلي جرام إلى 1000 ميلي جرام حسب الوزن الفيتامين الثاني الذي يلعب درهام في تعزيز إنتاج الكوليسترول الجيد وتقليل خطر الكوليسترول السيء في الدم هو فيتامين بي ثري فيتامين بي ثري قابل يذوبان في الماء الأطعمة الغنية بفيتامين بي ثري هي سمك السلمون وسمك التونة والسردين لحم الدجاج لحم البقر الكبدة البازلاء والهليون والفول السوداني جرعة فيتامين بي ثري للأطفال بين 2 إلى 14 ميلي جرام في اليوم حسب عمر ووزن الطفل وللكبار بين 14 و 16 ميلي جرام الفيتامين الثالث الهام جدا هو فيتامين E وهو واحد من أهم مضادات الأكسدة القوية فيتامين E يساعد في منع تجلط الدم ومنع تكوين كوليسترول سيء في جسمك فيتامين E يخزن في الكبد والأنسجة الدهنية والقلب أهم الأطيمة الغنية بفيتامين E سمك السلمون والفول السوداني والبندق والجوز واللوز والقرع الجرعة اليومية 15 ميلي جرام يوميا ويفضل تناوله مع الزينك والسيلينيوم السيلينيوم إذن أفضل فيتامينات للوقاية من الكوليسترول السيء وتجلطات الدم هي فيتامين C وفيتامين B3 وفيتامين E هي فيتامينات هامة لإزالة الكوليسترول السيء المتراكم في الأوعية الدموية والدهون ليس كما يعتقد الناس أنها سيئة جدا هذا غير صحيح إطلاقا وبعيد عن الحقيقة تماما ما يردده الناس بأن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم تسبب جلطات دموية ونوبات قلبية وسكتات دماغية هذا غير صحيح إطلاقا أريد أن أضيف معلومة هامة وهي أن الكوليسترول في الجلد يتحول إلى فيتامين D عندما يتعرض الجلد لضوء الشمس والكوليسترول هو مفتاح إنتاج هرمونات الغد الكذرية مثل الكورتيزول والكوليسترول هو مفتاح إنتاج هرمونات الجنس أدوية ستاتين الخافضة للكوليسترول يمكن أن تكون مؤذية جدا والوقاية من حدوث شلطات دموية وأزمات قلبية ومشاكل ويعائية تكون باتباعك لنظام حياة صحي ونظام تغذية صحي متوازنين والتركيز على الفيتامينات التي تحدثت عنها وممارسة الرياضة واتباع نظام سيام وتقطع وتناول الماء بشكل جيد والابتعاد عن التدخين والكحول كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الهلوة وشاركوا الفيديو بحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله هو رعايته